بسم الله الرحمن الرحيم كافة يا عنصات ذكر رحمة ربك عبره زكريا اذن علي ربه نداء خطيا قال ربك اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شعبا ولمكن بدعائك رب شخيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاخرة فهدل من لدنك وليا يرسني ويرس من علي عقوب واجعله رب رضيا يا ذكريا انا نبشرك بغلال اسمه يحيا لم نجعل له من خاطر سميا قال ربك اني يكون لي غلام وكانت امرأتي عاخرة وقد بلغت من الكبار عطيا قال كبالك قال ربك هو علي حين وقد خلقت مني قبل ولمسك شيئا قال ربك اجعل لي ايه قال ايه فألا تكلم الناس ثلاث ليالي سويا فخرج على حونه من المحراج فأوحي إليهم عن سبحوا بخرة وعطيا يا يحييق ذي الكتاب قوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكانت خيا وبرا بوالديه ولم يكن جبار عطيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب ماريا ميذن تبدأ لنهرها مكانا شرقيا فالتعبد من دونه حجاما فعرتلنا فعرتلنا يحاروهنا فتمثل لها بشرا صبيا قالت اني اعوذ بالرحمن منك إن كنت تطيا قال انما انا رسول ربك ليهبلك غلاما زكيا قالت اني يكون لي غلام ولم ينصني بشر ولمك بغيا قالت ذلك خال ربك هو علي حين ولنجع له آية لناك ورحمة منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذته مكانا خصيا فاجاءها المخاض إلى جزع النخلة خالبي يا ليت منت خبر هذا وكنت نسيا منصيا فنعليها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجزع النخلة تصاقط عليك رطبا جنيا فقلي وشربي وقري عينا فإن ما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتده قومها تحملوا قالوا يا مريم لقد جدت شيئا صريا يا أستهالون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أموك بغيا فعشالت ليه قالوا كيف نكلم من كان في المهج سبيا قال إني عبد الله آتي لي الكتاب وجعلني نبيها وجعلني مباركا إنما كنت وأوصي لي بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبرا شخيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعى صحيا ذلك أعيس بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون وعن الله ربي وربكم فعبدوه هذا قرات مستقيم فاخترف الأحزاب من بينهم فوالذين كفروا من مشهر يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنظرهم يوم الحقق إذ قضي الأمرهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرسل أرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا النبي إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يفسر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهلك صراطا صبيا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطيا يا أبدي إني أخافاه أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراضب أنسعنا لهتي يا إبراهيم لئن لم تنسهر أرجمنك وهجرني منيا قال خلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدهون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شحيا فلما أعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم نسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مغلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب السور ليمن وحربناه نبيا ووهبنا له من رحمتنا أخارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صالح الوعب وكان رسولا نبيا وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيئين من زرية آدم من زرية آدم ومن من حمينا معنوه ومن زرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجفبينا إذا تبلي عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلق من بعضهم خلق مضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من ثاب وصالحا فأولئك يدخنون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدم من التي وعد الرحمن عباده بالغير إنه كان عباده ماتيا لا يقنعون فيها لعوة إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بقرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأحزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما قلقنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات ولطي وما بينهما فاعبده واستطير لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أيداما من ثلثة فأخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوردك لنهم والشيابين ثم لنخضرنهم حول جهنم جسيا ثم لننزعن من كل شيعة من يهم أشد على الرحمن عطيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولي بها صليا وإنكم إلا واردها قال على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذي الذين اتخوا ونظروا ظالمه فيها جفيا وإذا تل عليهم آياتنا بينات الخال الذين كفروا للذين آمنوا أي صريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكما أهلكنا أحد لهم من خامنهم أحسن أسافا ورئيا كل من كان في الضلالة فليمتد له الرحمن مدى حتى إذا لما يوعدون إما العذاب وإما ساة ففيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباحيات الصالحات خير عند ربك خوابا وخير مردى أقرأت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا قد طلع الغيبان اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنفسه ما يقول ونمج له من العذاب مدى ونعرفه ما يقول ويادينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا فيكترون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم ترى أن أرسلنا شعافين على الكافرين فأزهم مؤزا فلا تعجل عليهم وإنما نعذ لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وقدا ونسوخ المجرمين إلى جهن مويردى لا يملكون الشفاعة إلا من استغف عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد افتوا شيئا مدى لكاد السماعة يتفطرن منه وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى عن دعو للرحمن وآيا بغير الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحقهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة حردا إن الذين آمنوا وعدوا الصالحات هي يعلو لهم الرحمن وددا فإننا يسرناه في لسالك لتبشر به المتسقين وتنزل به قوما لدا وكمهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تصنعهم ركزا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر